كثير من الناس يقول أنا ما عندي هذه المهارات، ما عندي هذه القدرات، أنا دائماً أحب أضرب مثل مر فيه شخصياً أحب أضرب مثل وأقول أنا واقف جدامكم وقاعد أحاول أحاضر أذكر تماماً ولا أنسى المرة الأولى اللي وقفت أتكلم فيها أمام الناس أول مرة وقفت أتكلم أمام الناس كنت أمسك في ورقة وأقرأ منها ما كنت أرتجل كنت ماسك من ورقة وأقرأ وقاعد وأنا أقرأ قلبي يرقع ورجلي ترجف والعرق يصبصب ما كانت عندي هذه القدرة وهذه المهارة ما كانت موجودة عندي لكن أنا شعرت أن هذا مجال أحبه لكن صحيح أنا أحبه لكن ما عندي القدرة عليه ما عندي المهارة فيه الإنسان لازم يدخل في مجال عنده قدرة فيه لو قسنا إنتاجاتنا وإنجازاتنا بقدراتنا اليوم لن ننجز شيئاً القدرات الإنسان يصنعها المهارات الإنسان يكتسبها نعم هناك مواهب قد تعين لكن إذا افترضنا أن القدرات هي موهبة إلهية سنستسلم ونعجز يسر الله لي أني درست في جامعة منسلفينيا وجامعة منسلفينيا كانت فيها كلية ما هو قسم ما هي شعبة وإنما كلية كاملة اسمها كلية الخطابة من أربع طواب كلية الخطابة بس فيش كالج يدرس فيها كبار السياسيين الأمريكان يدرسون في هذه الكلية يتعلمون كيف يتكلمون رحت خد كورس عندهم وست شهر لا تلتفت كذا غلط تلتفت كذا لا تحرك إيدك كذا غلط تحرك إيدك كذا وست شهر هم وراي عشان يعلموني كيف تكلم كيف تحرك قدرة كل إنسان فيكم يستطيع أن يكتسبها لو أرى ترجمة نانسي قنقر